مقاولاتية الأعمال في قلب التجديد الاقتصادي مقاربة تسعى الجزائر لتفعيلها من خلال أيام تحسيسية للشباب حاملي المشاريع التظاهرة تأتي على هامش الأسبوع العالمي للمقاولاتية لتجمع مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي لتشجيع الشباب على إنشاء مؤسستهم الناشئة بث روح المبادرة جاء طبيعة الحل من خلال وضع سياسات حكومية جديدة اللي هدفها قبل كل شيء هو تشجيع كل أحملي المشاريع المبتكرة أنهم يخوذوا هذه المغامرة المقاولاتية نريد عدد أكبر من المقاولين لأنه حاليا في الجزائر وعننا أربع شركات منشأة لكل عشر لف شخص المعدل العالمي هو ثمانية عاما ترى أنه مازال عنا الكثير من الناس اللي يجب أن نشجعهم بشروحوا نحو المقاولاتية اتجهنا إلى خلق الثروة خلق مناصب شغل من طرف هؤلاء المتخرجين لأننا نعتقد أن الطريق طريق إنشاء شغل أو أعمال فرضية على شكل مؤسسات ناشئة أو مؤسسات اقتصادية صغيرة هو الحل الأنجع اللقاء كان فرصة لتناول التحديات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وكيفية الدفع بالشباب لخلق الثروة وإنشاء مؤسسات مصغرة في محيط اقتصادي يعرف تنامي في الطلب على الشغل إن النمو الاقتصادي والتشغيل الكامل هم من أكبر التحديات التي تواجه بلادنا بشكل دائم ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال تحقيق زيادة هائلة في عدد المؤسسات التي تخلق الثروات سواء كانت متوسطة أو صغيرة حتى الشركات الكبرى على مرافقة الطلبة حاملي المشاريع في خوض غمار المقاولاتية كانت أيضا في صلب اللقاءات الثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين والطلبة حاملي المشاريع لدعم طموحاتهم والتعرف على مختلف انشغالاتهم مرافقة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة هي حاجة لازم تكون بقوة باش كما يقول تكون سنسلة بتاع الخبرة تاعنا تاع الشركات المتوسطة والكبرى إلى شباب تاعنا اللقاء حول المقاولاتية وعلى مدار ثلاثة أيام يناقش سبل دعم إنشاء المؤسسات الناشئة والمصغرة من خلال تشجيع الطلبة على التوجه نحو المقاولاتية بدل التوجه مباشرة إلى سوق العمل توجه أولويته إزالة جل العرقيل أمام الشباب حاملي المشاريع خاصة ما تعلق بالتمويل نجاح الذي حققناه بفضل هذا المشروع كان بفضل مجهودات الأساتيدة والحاضنة لجميع التي وفرت لنا برامج مليئة بالمعلومات التي ساعدتنا في تحقيق هذا المشروع ولأن التنمية الوطنية قضية الجميع تتكاتف الجهود لتأسيس اقتصاد وطني مبني على المعرفة والابتكار ضمن رؤية تكاملية بين الجامعة الجزائرية وجل الفاعلين في الحقل الاقتصادي